السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في قناة وصفة وإفادة وصفة اليوم عبارة عن دواء قاد على مرض البهاق أو ما يسمى بالبهاق هاد البهاق اللي كيتكون بسباب الماء الساخن على حرارة الشمس أو من حساسية ديال البحر أو من ماء ملوث في مكان الماء إليكم الطريقة أولاً غادي نحتاجه إلى الكبريت مصحوق الكبريت مدقوق وخل التفاح هاد خل التفاح أنا مصيبة في الدار خل التفاح حر مفيش نقطة ديال الماء ولي ما عندوش خل ديال التفاح غادي جيب كيلو ديال التفاح ويغسلوا مزيان ويقطعوا ما حي يدمنوا قوالوا يقطعوا ويدوروا في قرعة ديال الزاج ويحطوا في مكان مدرق على الشمس وعلى الضو ويخليه أقصر مدة هي أربعين يوم أو أطول مدة اللي هي أحسن أحسن وهي تلت شهور تلت شهور كي يعطينا خل التفاح صافي ورائع رائع بزاف وكان ديروا بزاف ديال الوصفات كان ديروا في بزاف ديال الوصفات هاد الخل ديال التفاح ما شاء الله عليه إذن غادي نبداو غادي ناخد أنا غادي نقول نوريكم على حساب كل واحد وش حال فيه ديال البهج ومن الأحسن يداوي من البلاس اللولى اللي بدفال بهك ناخد معرقة هكذا الوصفات جيد من البلاس اللولى 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 تقوم على الليل بزافة فلوصفات الضقم نخلطه بشوية 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 بشيتخلط المنزل لكي نقوم بشوية 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 بالشوية يجب أن نقوم بحلوك نحكوا البلاس اللي فيها البهج نحكوها مزيان نعمرو كل شي كل شي البلاس اللي فيها البهج كامل نديروهم ما اللي غادي نديروه غادي نبركل الشمش احتاج كرم هاداك المحلول غادي نكونوا ديرين غادي نشف بالمرة بغينا ننغسلو غا نغسلوه ما بغينا نغسلوه لغد نعودو نفس الطريقة والله العظيم والله العظيم ما يبقى حاجة من البهج ولو يكون عنده وربع سنين ولا خمس سنين ما يبقاش بالمرة هذه طريقة مجربة ما كيبقاش نهائيا هذا الدواء الوحيد ديال البهج بشرط يكون الخل صافي حر ما فيه شلمة باش تمشينا الطريقة مزيان ونبركل الشمش ونديروه ثلاثة المرات في السيمانة الأسبوع واحد من الأول صافي ما كيبقاش بالمرة نهائيا ما كيبقاش يعود نهائيا ما يبقاش نرجع نتمنى هذه الوصفة يتنفعوا به الناس وصلنا النهاية هذه الوصفة إذا دمتم في رعاية الله وإلى وصفة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر